خلونا نتكلم على الآتي النيابة العامة طلقت اختار مساء أمس بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة رحلات أوتوبيس رحلات في طريق قصيوت البحر الأحمر الصحراوي الشرقي كان وقتها الأوتوبيس ده ماشي في الطريق ولكن في الاتجاه المعاكس طبعا حادثة كبيرة للأسف الشديد ورحمة الله على الجميع الحادثة دي أصفرت عن وفاة واحد وعشرين بني آدم الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم ونحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء نحن نتكلم هنا على وفيات لحد النهاردة طبعا فيه إصابات موجودين يعني فيه ثلاث إصابات تحديدا من الناس اللي كانت موجودة جوه الأوتوبيس نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيهم ويعفيهم ويقوموا بألف صحة وسلامة نيابة العمّة بطبيعة الحال انتقلت فورا لموقع الحادث تبينت أنه فيه إصلاحات فيه جهة من جهات الطريق خلى أنه السير فيه هو اتجاه واحد للأسف الطريق كان خاليا من أعمدة الإنارة خاليا من العلامات الإرشادية الإشارات التحذيرية اللي بتفيد إجراء إصلاحات عند بعض الحواجز اللي تبقى معمولة اللي هي الحواجز البلاستيك دي اللي بترسم زي حدود الطريق علشان منطقة الإصلاح ومنطقة السير ولافتة تشير إلى وجود منحنى بعد الحواجز نيابة عملت المعاينة بتاعتها شافت وعينت الأجزاء المهمشة من العربية ومن الأوتوبيس وتبينت للأسف الشديد تفحم الحافلة وكبينة السيارة بالكامل وطبعا اتعامل يعني من قبل النيابة ما قد يطلق عليه التصور المبدئي للحادث وهو أنه الأوتوبيس ماشي في الاتجاه المعاكس للعربية اتخبطوا في بعض بعد طبعا ما تجاوزوا الحواجز الموضوعة لغلق الطريق كانت النيابة العامة كمان ذهبت وانتقلت لمعاينة جثمين المتوفين رحمة الله عليهم تبينت تبقى لتقررها تفحم 18 جثمان بالكامل وبعد كده راحوا لسؤال المصابين الثلاثة واحد منهم شهد بأن الأوتوبيس بعد تجاوزوا بوابات محافظة أسيوت ماشي في مواجهة العربيات بشكل عكسي يعني ماشي في العكسي يعني وفي نفس الوقت الراجل اللي هو الشاهد يعني من ضمن التلاثة المصابين قال إن الطريق ما كانش فيه إنارة لحد ما فوجئوا باقتراب العربية النقل حاول سواء الأوتوبيس إن هو يحذره بقى يضرب كلاكسات وينور بالفوانيس والإضاءة بتاعت العربية للأسف الشديد هذا لم يفلح على الإطلاق في تلافي وقوع الاستضاءة من ناحية تانية النيابة العامة سألت مهندس تنفيذي في الهيئة العامة للطرق والكباري شاهد بوقوع الحدثة نتيجة سير الأوتوبيس بالمخالفة في الاتجاه المعاكس وعدم وجود أي علامات تحذيرية ده المهندس اللي قال عدم وجود أي علامات تحذيرية أو تحويلات في الطريقة وقال إنه في حالة إجراء أعمال إصلاحات في الطرق بتختر الشركة المنفذة للأعمال بتختر الهيئة محل العمل وبتختر جهات المرور لكن الهيئة ده كلام المهندس وده تبقى اللي بيان النيابة الهيئة ما أخترتش لم تختر الشركة بغلق الطريق بموجب الإصلاحات الجارية فيه شاهد أحد الضباط بإدارة مرور أسيوت بأن الحواجز الموضوعة في الطريق هي قطع بلاستيك بيغلق الطريق بيها من دون وضع أي علامات إرشادية أخرى بتفيد غلقه وأن الإدارة محل عمل لم تتلقى أي إخطار بغلق المرور في الاتجاه اللي حصل فيه الحادث ده في الطريق تبقى للإجراءات اللي المفترض اتباعها عشان يتسنى لإدارة المرور تقدر إدارة المرور إنها تتأكد من اتخاذ الإجراءات اللي تبقى عبارة عن إنه يتعامل مصادر للإنارة على سبيل المثال اللي يحطوا العلامات التحذيرية الحاجات اللي هي الفوسفورية اللي بتنور دي لما بتسلط عليها الضوء إلى آخره ولكن لم يتم إختار إدارة المرور قررت إنيابة العامة أنها تستكمل التحقيقات وتطلب تحريات الشرطة حول هذه الحادثة أو حول هذه الواقعة ويتم تشكيل إيه بقى؟ تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين في الطرق أو مختصين مختصين الطرق يعني في واحدة من كليات الهندسة لمعينة مصرح الحادثة المكان يعني علشان نقدر نفهم طبيعة أعمال الإصلاحات فيه والشركة المنفذة لها مدى وجوب غلق الطريق كليا أو جزئيا علشان تتم هذه الإصلاحات يعني يتقفل كله ولا يتقفل جزء منه ومدى غلقه فعلا يعني كان حجم الإغلاق كان قد إيه؟ وإجراء أي تحويلات مرورية فيه ومدى سلامة الإجراءات ودي حاجة مهمة جدا من الناحية الفنية وتحديد المسؤول عن اتخاذ الإجراءات طيب إيه كمان؟ كمان لازم أو نيابة يعني طلبة أنه يتعامل بيان بأي خلل شابة تعلقة بهذه الإجراءات يعني إيه أي بيان شابة يشوبه أي خلل يعني أنه هل حصل اتصال ومكتبات مثلا من الشركة المنفذة لقدرت المرور ولا ما حصلش يعني إحنا الضبط المرور قال ما جلناش أي بيانات طبعا بطبيعة الحال هنا بيتم تحريز كافة المكتبات إلى آخره إذا كان فيه اتصالات رسمية بتتعامل وما إلى ذلك فبيتم تفرغها كل ده الحقيقة بتعمله النيابة وبتاخد هذه التحريات من وزارة الداخلية وتبدأ تشتغل عليها أمرت النيابة بإرفاق صورة رسمية زي ما كنت بقول لكم كده من كافة المخاطبات بين الشركة اللي بتنفذ الإصلاحات حلو والهيئة العامة للطرق والكبال وإدارة المرور المختصة بشأن بقى غلق الطريق أو إجراء التحولات أو وضع الإنارة أو العلامات الإرشادية إلى آخره وكمان قررت النيابة أنها تنتدب مختصين بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية يشوفوا مسرح هذا الحادث يتم انتداب طبيب أو أطباء من مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات من جثامين المتوفين رحمة الله عليهم لاستخلاص البصمة الوراثية دي أن إيه ومتبقطها مع ذويهم علشان يتم تحديد الهويات زي ما حضرتكم عارفين في حالة تفحم الحقيقة وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الجثامين ورحمة الله على كل المتوفين وتاني نحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شو هداء خبر صعب تقيل مش لطيف لكن هنقول إيه معلش بإذن الله الحق يوصل لأصحابه وتقف النيابة على كبد الحقيقة